على ماذا تدل برودة القدمين عند الرجال والنساء أسباب يجب أن تنتبه لها لبرودة الأطراف إذا كنت أو كنت تشعرين ببرودة في الأطراف فربما واحد من هذه الأسباب هو الذي يقف وراء ذلك الشعور المزعج أولا نقص اليود قد يكون سببا في برودة الأطراف إننا ننسى أن نضيف ملح الهملايا في نظامنا الغذائي فإنه يعمل على إمداد أجسامنا باليود المطلوب ولا ننسى أن اليود قد يتوفر ضمن المكسرات مثل عين الجمل أو الجوز فهو غني باليود وهنا ننصح بتناول خمسين جرام يوميا من عين الجمل وليكن هذا ضمن عاداتنا وأنظمتنا الغذائية اليومية سبب آخر يؤدي أيضا إلى برودة الأطراف كما يقول استشاري التغلية العلاجية الدكتور مازن السقا وهو نقص في معدن السيلينيوم هذا المعدن رائع جدا فهو يعتبر من المعادن النادرة وله أهمية كبيرة في جسم الإنسان وواحدة منها هي الشعور بالدفء وتحريك الدورة الدموية الطرفية السؤال أين يوجد هذا السيلينيوم؟ وما هو الحل؟ السيلينيوم يوجد في المكسرات النيئة نتحدث عن الكاجو النيئ إلى جانب اللوز والبندق يمكن أن نعتمد تناول حفنة من المكسرات النيئة بشكل يومي في الصباح الباكر أما السبب الثالث من الأسباب المتوقعة لبرودة الأطراف هو نقص الزنك وهنا نخص الرجال بعض الرجال ممن يشعرون ببرودة الأطراف ينصح بفحص الزنك فمن المحتمل أن يكون هناك نقص في الزنك الزنك متواجد في المواد البحرية مثل المحار والصدفيات وأيضا متواجد في اللحوم وبعض في الأوراق الخضراء الداكنة جدا بالإضافة إلى هذه المعرفة العامة حول أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الشعور ببرودة القدمين هناك نظام غذائي خاصة في فصل الشتاء لمن يعاني من برودة الأطراف تناول الكستناء فهي رائعة جدا إلى جانب مغلي أوراق الزعتر إذ يعتبر هذا من المشروبات المدفئة جدا منقوع الزنجبيل البارد وإن كان باردا ولكن الزنجبيل يعطي حرارة كبيرة ويعطي شعورا بالدفئ كما يمكن استخدام مغلي قشور القرفة فهو مشروب رائع يمنح الجسم الحيوية ويمنح الشعور بالدفئ إضافة إلى الشاي الأخضر ويحب ذا لو أضفنا عليه القليل من الفلفل الأبيض وهو شبيه بالفلفل الأسمر ربع ملعقة أو أقل بقليل على الشاي الأخضر يعطي شعورا بالدفئ ويعطي طعما لذيذا وبالمناسبة فهو حارق للدهون لمن يعاني أيضا من السمنة وتكون له هذه الوصفة مناسبة جدا ذكرنا سابقا الماء والليمون والشطة الشطة الحمراء المطحونة الناشفة وهذه وصفة رائعة جدا في علاج الالتهابات وعلاج الشعور ببرودة الأطراف وقبل أن نختم هل يمكن أن تشير برودة الأطراف إلى مشاكل الشرايين؟ إن الشعور بالبرودة في الأطراف مؤشر من ضمن المؤشرات المهمة لوجود مشكلة في الشرايين الطرفية وكذلك الشعور بالإجهاد في القدمين وشعور غير عادي في الأطراف كما قد يلاحظ الشخص أن الشعر الذي ينمو في القدم أصبح أقل ويصبح لون الرجل باهتا ويشعر بعدم الراحة في الرجل فهذا يستدعي زيارة الطبيب وفي المحاصلة ماذا تقول قدماك الباردتان دائما عن صحتك؟ كم مرة كنت في المنزل وشعرت بالبرد على مستوى قدميك رغم أنك تلبس ما يكفي من الثياب؟ هذا ليس غريبا وفي معظم الحالات ليس خطيرا أيضا ولكن استمرار هذا النوع من الأعراض قد يكون دليلا على الإصابة بأمراض أو اضطرابات أكثر خطورة ويقول الدكتور مازن السقة إن الشعور بالبرد في أشهر السنة التي تنخفض فيها درجات الحرارة أمر لا مفر منه وفي هذه الحالة تكون الأوعية الدموية هي المسؤولة عن الحفاظ على درجة حرارة ملائمة للجلد وهي التي توزع الدم الغني بالأكسوجين في جميع أنحاء الجسم وعندما تنخفض درجات الحرارة تنبه المستقبلات الحسية في الجلد الدماغ إلى انقباض الأوعية وهو ما يسمح لكميات صغيرة من الدم بالوصول إلى الجلد للحفاظ على الحرارة في الجزء المركزي من الجسم حيث توجد الأعضاء الرئيسية ماذا يحدث في الأجزاء الأخرى من الجسم؟ في الأطراف مثل اليدين والقدمين يوجد العديد من الأوعية الدموية الصغيرة التي تكون حساسة بشكل خاص لضعف الدورة الدموية وعندما يكون الجو بارداً تنقبض هذه الأوعية وتقل كمية الدم المنتشرة مما يجعلنا نشعر بالبرد وانخفاض درجة الحرارة تسمى هذه العملية بتضيق الأوعية وهي تنتج عن أدنى التغيرات في درجة الحرارة لماذا نشعر بالبرد على مستوى القدمين؟ معظم الأسباب التي تجعلنا نشعر بالبرد على مستوى القدمين لا تنبئ بالخطر يعود السبب في كثير من الحالات إلى أمر بسيط وهو أنه لا يوجد كمية كافية من الدم الدافئ الذي يتدفق عبر أصابع اليدين والقدمين ومع ذلك قد تكون هناك أسباب أخرى مثل ضعف الدورة الدموية تعتبر الدورة الدموية الجيدة مفتاح تنظيم درجة حرارة جسمك عندما لا ينتشر الدم بشكل جيد في جميع أنحاء الجسم تكون الأطراف هي الأبرد ويحدث ضعف الدورة الدموية بسبب فقر الدم أو عادات نمط الحياة الخامل مثل عدم ممارسة الرياضة بشكل كافي في المقابل من شأن طرق بسيطة على غرار ممارسة الرياضة وشرب الماء بكميات كافية أن تكون فعالة في تحسين الدورة الدموية هل شعرت أن أجزاء معينة من الجسم وكأنها مخدرة وباردة؟ إنها تسمى متلازمة رينود تجعل هذه الحالة أجزاء معينة من جسمك وكأنها مخدرة وباردة استجابة لدرجات الحرارة الباردة والمواقف العصيبة وما يحدث في الواقع هو أن الشريان المسؤول عن تدفق الدم يصبح ضيقاً مما يحد من تدفق الدم إلى مناطق مثل أصابع اليدين والقدمين ويحتاج الجلد إلى الدم ليشعر بالدفء والحيوية لكن إذا كان الدم لا يتدفق بشكل جيد تظهر تغيرات في اللون على مستوى الأصابع وذلك علامة مباشرة على ما يحدث تحت الجلد والذي يمكن أن يؤثر أيضاً على النقاط الطرفية للجسم مثل الأذنين أو الأنف إذا كنت تشعر بالبرد في قدميك حتى لو لم تكن باردتين فعلاً فقد يكون ذلك بسبب اعتلال الأعصاب المحيطية الذي يحدث نتيجة لتلف الأعصاب الناجم عن إصابة أو مرض أو خلل في النظام الغذائي ونشير هنا أن نقص الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى اعتلال الأعصاب المحيطية وبالتالي إلى الشعور ببرودة على مستوى القدمين نصائح لتفادي برودة القدمين التحرك بانتظام يمكن لنشاط بسيط مثل الوقوف والتحرك أن يكون من أفضل طرق تسخين الجسم وتحفيز تدفق الدم وإلى القدمين تتيح لنا الحركة فرصة تنشيط الدورة الدموية ورفع درجة حرارة الجسم ويساعد تدليك القدمين على تحسين الدورة الدموية والحفاظ على درجة حرارتهما ارتداء الجوارب والأحذية المناسبة تساعدنا الجوارب الدافئة المصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن على الحفاظ على قدمين أكثر دفئا كما أن الأحذية ضرورية لحماية القدمين من البرد في أكثر أشهر السنة بردا ومن الأفضل أن يكون لديك نعل مطاطي وهي مادة تعمل كعازل جيد للبرد والأهم من ذلك كله اتباع نظام غذائي صحي تساعدنا الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات وبيتامين كي وسي على تحسين عمل الأوعية الدموية وتحفيز الدورة الدموية وتساهم بعض أنواع الأطعمة الحرة مثل الفلفل في زيادة معدل ضربات القلب في المقابل يمكن أن تزيد منتجات الألبان من الإحساس بالبرد بينما يزيد الكافيين من الضغط على الأوعية الدموية هل يجب علي زيارة الطبيب إذا كانت قدمي ويداء باردتين؟ يعترف الخبراء بأنه من المستحسن زيارة الطبيب إذا تسببت لك هذه المشكلة في عدم الراحة أو استمرت لوقت طويل والمهم في هذه الحالات هو التأكد من أنها مجرد حالة عادية وأن تستبعد فكرة وجود أي نوع من الأمراض وراء ذلك نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم ونتمنى دوام الصحة والعافية شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء وهذه تحيات محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر عزيزي المشاهد نتشرف بوجودك معنا من خلال موقعنا الإلكتروني المنصة الثقافية الواعية الأكثر فهما لحاجتكم رابط الموقع في الفيديو أسفل الوصف ترجمة نانسي قنقر